السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحاب الغر المايمين ازايكم يا سنة ساتة ابتداء عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنحلب مع بعض امتحان شامل على المنهج كله ومتوقع ان يجي منه اسئلة كثير في الامتحان ان شاء الله فتعالوا نبدأ ونقول باسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول دي شكل ورعة الامتحان لازم طبعا تكتب اسمك اللي هو اسم التلميذ ورقم الجلوس لازم لازم تكتبهم تمام الامتحان بتاعنا من 30 درجة ومتقسمة بقى اول سؤال معنا يا سنة ستة عندنا سؤال الليسن وسؤال الليسن هنا ب6 ماركس يعني اربع ست درجات تمام باربع اسئلة السؤال الواحد بدرجة ونص ايه وعد ضيع الاربع اسئلة دول من ايه ده لانهم مهمين جدا جدا وهيرفع درجتك فوق اوي لو حلتهم تمام معتمد على ايه سؤال الليسن ده معتمد على انك تقرى الجملة بالاختيارات بتاعتها تقرى الجملة بالاختيارات بتاعتها تمام طيب يعني مثلا عندنا هنا بيقولك listen and circle the correct answer from A, B, C or D هتسمع وتختار اول حاجة كده تقول ايه انت اول ما تفسك بارات المتحانة وتقول باسم الله كده تروح قارل ايه السؤال ده لوحدك يعني تقول you should be and kind to your neighbors you should be ugly ولا curable ولا polite ولا unfriendly تقول لي نفسك كده يعني انت بتقرىها عادي رقم اتنين مثلا you can volunteer at local hospitals ولا shops ولا clubs ولا charities طيب رقم ثلاثة volunteering is interesting, boring, useless, bad رقم اربعة you can reduce and help the environment احنا ممكن نقلل للايه water ولا waste ولا fish ولا food طبعا الناس الممتازة هتعرف تحيل listen حتى من غير انت ما تسمعه يعني اول حاجة كده بيقولك you should be لازم تبقى be polite يعني polite يعني مهزب مع جيرانك خلاص فادي اول واحدة حلناها تاني واحدة احنا ممكن نعمل volunteer نتطوع في الايه طبعا charities اللي هي الجامعات الخيرية رقم ثلاثة volunteering ده ايه ده اكيد حاجة interesting حاجة جميلة جدا مش هتبقى boring ولا يزلس ولا بعد طيب رقم اربعة بيقول احنا لازم نقلل للايه يبقى اكيد waste اللي هي المخلفات تمام سبب بقى trash ربش اي حاجة بقى تمام قدنا حالينا listen يبقى انت سؤال listen ده لازم تقرأ الجملة بالاختراف بتاعتك قبل المساء والمستر ما يدخلوا يقروا listen تمام عشان تبقى ضامن السلسفر جدل ان شاء الله معاك دي طريقة حل listen تمام تعالوا بقى نروح للسؤال التاني السؤال التاني طبعا هو choose وده عليه 13 درجة كل اللي جاي بقى اللي هو choose والcomplete والreading تمام طيب سؤال choose كل واحد منهم بدرجة اول حاجة كده بيقولك that is a person who tells the story لو انتوا فاكرين في الشرح احنا قلنا الشخص اللي هو بيقول القصة ده على طول هيبقى narrator تمام طيب رقم اتنين I have one son and two انا عندي ابني واحد واثنين ايه daughters ولا players ولا markets ولا jokes طبعا هتكون daughters رقم ثلاثة gold was a popular metal for making an art to sell الgold طبعا المجوهرات هنعمل منها ايه لا هتكون الpaper ولا الفurniture ولا الwebens فهتكون jewelry اللي هي المجوهرات تمام طيب رقم اربعة ancient Egyptians used iron to make agriculture tools and الواصلين كده ما كانوا بيستخدموا الحديد عشان يعملوا من الأدوات الزراعية وايه كمان الwebens اللي هي الأسلحة ولا الباسكتس اللي هي السلات ولا الماتس السجاجيد ولا البيدز اللي هي السرير طبعا هتكون الwebens تمام طيب السؤال اللي بعد كده complete هحلوا ازاي يا miss لازم ترى الكلمات اللي هم اديهالة بالكوسين دي او هيدهالك في المربع كده تمام لازم تقرها وتترجمها فيهم كلمة احنا مش هناخدها لان انت عندك اربع نقاط بس طيب نشوف كده اول حاجة بيقول charities اللي هي الجامعة الخيرية give يعطي teenagers المراهقين fundraising اللي هو جامعة التبرعات وfriend اللي يعني ودود بيقول helping your community is very important مساعدة مجتمعك ده حاجة مهمة collect money for charities is cold لازم تقرى بقى لحد النقطة احنا وقفنا ههو بيقول لك جامعة الفلوس للجامعات الخيرية ده اسمه ايه طبعا اول مثل هي جامعة الفلوس يبقى ده fundraising على طول تمام دي اول كلمة احنا اخدناها it helps ما تقفش بقى هنا كمل الجملة بتاعتك it helps get the money they need يبقى بتساعد ايه عشان يحصلوا على الفلوس اللي ما محتاجينها يبقى اكيد بتساعدها لل charities اللي هي الجامعات الخيرية طيب رقم ثلاثة بيقول it's also good to not add back to the community اللي يجهرها كلمة back احنا اخدنا كلمة give back يعني يرد الجميل تمام طيب رقم اربع بيقول my advice to is to volunteer and help if you can you will enjoy it بيقول نصيحة المين ان هما يتتلوعوا ويساعدوا بقدر المستطاع وهيستمتعوا يبقى نصيحتي للفرندلي ولا للتينيجرز لا طبعا هتكون تينيجرز المراهقين تمام كل برضو نقطة من دول بدرجة سهلين جدا بس ده معتمد على حفظك للكلمات تمام طيب تعالوا بقى نشوف القطعة مع بعض هنقرأ برضو القطعة كلها ونترجمها وبعدين نحلها بقول ايه بحظ محمد National Park بحظه الج میرا محتمل استفادوا Armحن حينيان تنظر الى عaan و ها ع practitioner تنظر الى العشرة بحظه الطبيق هذه المفاهد بحظة مطابق التحرير هاااا شبح الوجود الدول الو 첨� рок و المنشاط مبغرب دية الان حاذ ينتهي فش بيقول طبعا المحمية الطبيعية اللي هي اسمها رأس محمد دي موجودة في البحر على البحر الأحمر وبيقول منطقة جميلة جدا للسكان المحلين وكمان السياح يزوروها وبيقول ان المنطقة الجميلة دي في شبك جزيرة الثيناء مشهورة بالمية الحلب المائية بتاعتها والمية الدافية وكمان الجو الجميل وبيقول الناس بتيجي من كلها نحن العالم عشان يختصوا ويعملوا اسكوبة ضيفة برضو غطس تمام وبيقول انت ممكن كمان تشوف الشعب المرجانية وكتير من السمك الملون وكمان ممكن تلاقي شاركس سمك القرش وبيقول ان كمان فيه هنا حياة برية تانية كتير وبيقول ان هو مكان جميل لمشاهدة الطيور وكتير من الزهور بيجوا عشان ياخدوا مرايكب ويركبوا المرايكب او يعوموا او كمان سنوركل تمام في البحر خلاص كده طيب اول سؤال معنى بيقول يو كان رايد ذار انت ممكن تركب ايه لما تيجي تبصر الاخر سطر عندك في الاخر قال لك يبقى احنا نختار طبعا بوتس طيب رقم اثنين طبعا من غير ما تشوف الاختيارات هي كرال ريفز تمام هنشوفه في الصفحة التانية تعالوا نشوف مع بعض اهو هنا قال لك believe ولا reeves ولا leaves ولا leaf طبعا هتكون reeves اللي هي التانية طيب راس محمد ناشنال بارك is on that محمد راس محمد موجودة فين على ايه طبعا ريتسي البحر الاحمر طيب بقى السؤالي التاني برضو على القطعة اوعاتي ننسى وتعملهم بنكت ويشن لا ده دول طبع القطعة عنا سؤال بنكت ويشن قبل سؤال الparagraph طيب اول حاجة هنا بيقولك what can visitors do at the national park السياح ممكن يعمله ايه في الناشنال بارك ده في حاجات كتير جدا جدا يعملوها انا مختصر لك يعني اه بينقول you can see او they can see داكرة reeves colored fish and dive ride boots سكوبا دايف ايه كل الحاجات اللي موجودة في القطعة تنفع في السؤال ده تمام ما فيش مشكلة صح كل حاجة تكتبها هنا صح ان الاجابة مفتوحة شوية طيب رقم خمسة بيقولك what is راس محمد ناشنال بارك في المسفول محمد راس محمد مشهورة بايه طبعا اه في السطر التاني عندك في القطعة بيقول it's famous for it's sea life warm weather an amazing water مشهورة بايه الحال المائية بتاعتها والجو الجميل وكمان المياه الرائعة طيب نيجي بقى للسؤال البعض كده والسؤال writing وديه في كذا جزئية جزئية اللي هو الترتيب اول سؤال معانا في الترتيب بيقول ايه يا سنة ستة اول حاجة لما تيجي تحل سؤال الترتيب لازم ترى الكلمات بتاعتك كلها يعني تقول built the pyramids they granite with طبعا هتقول they هم هم اي بقى فين الفعلي هنا built they built the pyramids هم بانوا الاهرامات with granite لاني منفشل طبعا ترمي حرف الجرر في اخر الجملة خلاص طيب السؤال التاني a train set my favorite toy was طبعا زي مهي مترتبة كده هتقول my favorite toy was a train set تمام طيب بعد كده did message how they find they هنقول how did على طول لانه لازم بعدها ده تستفاهم الفعلي المساعد how did they الفعل وبعدها الفعلي في المصدر عشان did يبقى how did they find the message خلاص وبرضو كل سؤال من دول عليه درجة خلاص كده طيب نشوف السؤال اللي بعدين وهو سؤال تصحيح الخطأ كل واحدة مين هم بدرجة وبانك توشن برضو درجة يعني باختصار كل سؤال في المتحان عليه درجة هنا بقى بيقول لك احمد didn't like tennis really طيب يا ميز احنا خدنا really was so very quiet what's all so really very quiet كانوا بيوصفوا الصفة تمام وليلي كانت بيتيجي مع الصفات والافعال وكويت يعني الى حد ما بتقلل الصفة وكمان عندنا at all at all كانت بيتيجي في حالة واحدة بس هي في اخر الجملة المنفية لازم تلاقي not or no لازم في الجملة تلاقي اي واحدة من دول اول ما تلاقي نفي يبقى على طول اخر الجملة هيكون at all تمام طيب بعد كده اخدنا مصد ومصنت وقلنا لو جات مصد اللي قالت هتبقى مصنت ولو مصنت مصد تمام هنا بيقولك you must swim because there might be sharks here بيقولك تعم هنا عشان فيه sharks اسمك ايرش يبقى اقوله لأ مصنت you mustn't تمام بس طيب السؤال بعد كده بانقطوية the following بيقولك how do you travel by Paris to Paris هنقول طبعا ال H بتاع how وال P بتاع Paris مع ان هو عملها بس برضو لازم عملها وفي الاخر هنحط علامة استفهام علامة الاستفهام بحطها لما السؤال يبدأ بhow او اي حاجة فيها WH can or do or does or did تمام وبعد كده can well كل الحاجات دي بحط لها question mark غير كده هتحطه نقطة تمام طيب نيجي بقى لل paragraph وهنا هتكتب خمسين كلمة ولازم تكتب الكلمات اللي هو مدهلك في الكوز عن الكلمة artifacts و statches و guide و gold طيب العنوان عن ايه miss your visit to the museum زيارتك للمتحف تمام بصوا بقى انا هكتبها في حتة تاني غردي عشان هنا المكان مش هيكف ومش هتشوف الكلمات فتعالوا نشوف انا كتبتها ازاي بصوا كده معايا اهوة حاجة جدا عشان تاخدوها سكرين وتذكروها your visit to the museum زيارتك للمتحف هنبدأ بقى نقول ايه last week الاسبوع الماضي I went to the museum اول حاجة هتقول له الاسبوع الماضي رحت زورت المتحف I went to my family رحت مع عيلتي خلي بالك ان اول كم جملة دول ينفعوا في الميوزيم في الازهربورك في الوايلد لايف بورك تمام الحاجات اللي هي اللي احنا بروحنا زورها فا ينفع ان انت تقول له بس طبعا هتغير الميوزيم وتحط مثلا ايه الازهربورك تمام طيب بعد ما قلنا last week I went to the museum I went with my family لحنا بالعربية we saw many artifacts and amazing statues احنا شفنا اه كتعة اسرية وتمثيل ايه رائع كانوا شكلهم جميل وممكن تخليها لأنهم نسا موجودين بس بما أننا بنتكلم على الماضي فأخلي الجمل كلها في الماضي بعض التمثيل كانت مصنوعة من الدهب والمرشد السياحي كان ودود جدا ممكن تقول مفيش مشكلة وقال لنا قصص جميلة وحقائق رائعة عن المصريين القدمان The museum was very big and there were many visitors يعني بنقول أن المتحف كان كبير جدا وكان في زوار كتير We enjoyed our time there وإحنا استمتعنا بوقتنا هناك خلاص كده نبقى خلصنا الامتحان بتاعنا ده شكل الامتحاني سنة ستة لازم تاخدوا بالكم منه جدا جدا ولو أي حد عنده سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وأنا هرد عليكم إن شاء الله نشوفكم بها على خير إن شاء الله في الفيديوهات الجاية تكونوا في سنوال عدد بإذن الله وكل سنوال أنتوا طيبين وبالتوفيق والنجاح للجميع يا رب يا رب ونشوفكم المفرحين في الكومنتات بإذن الله بعد الامتحان وتقوليني الامتحان إن شاء الله كان جاي سهل يمس تمام؟ أشوفكم بعد خير وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته